اهلا بكم في حلقة جديدة من عين على اوروبا معكم سناء حمداني يسعدني تقديمها لكم من المانيا من قلب اوروبا زمن العبودية في اوروبا كان يعتقد انه ولا بلا رجعة لكن مظاهر العبودية لا تزال حاضرة في حقول ايطاليا الجنوبية والضحايا غالبا من الساعين الى اللجوء والهجرة منهم حوالي مائة الف حطت رحالهم هذه السنة على السواحل الايطالية وكثيرون اخرون كان الغرق مصيرهم تحت امواج البحر المتلاطمة لكن من حالفهم الحظ بالوصول الى ايطاليا تبدأ لديهم رحلة حياة جديدة وقاسية ففي الجنوب الايطالي تلقفت بعضهم مافيا للربح متعطشة واضطرتهم للعمل باستمرار في مزارع ضخمة تنعدم فيها ادنى ظروف العمل الانسانية لا شك في ان مشكلة اللاجئين والهجرة لا تزال من اهم التحديات امام القارة الاوروبية لكن مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تبرز مشكلات جديدة ومنها مشكلة الحدود التي ستفصل نتيجة ذلك بين منطقة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وبين ايرلندا الدولة التابعة للاتحاد الاوروبي بما في ذلك من تعقيدات جمركية واضرار بالشركات الايرلندية السياحية دابلين في شهر اكتوبر وقت لطيف لزيارة المدينة لكن الدليل السياحي بيرنت هيرن يحكي قصصه في حافلة شبه فارغة فالسياح القادمون من بريطانيا باتوا نادرين بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي خيمات الجنيه الاسترليني هبطت كثيرا بعد تصويت البريكسيت وأصبح على البريطانيين الآن دفع مبالغ أكبر بكثير لذا لم تعد ايرلندا جذابة بالنسبة إليهم كما كانت تمر الحافلات السياحية على مصانع البيرا جينيس الشهيرة يخبرنا برينت أن البريكسيت سيترك أثره هنا أيضا لا تتم تعبئة البيرة هنا بل تنقل إلى ايرلندا الشمالية وهي تابعة لبريطانيا العظمى خروجها من الاتحاد الاوروبي سيكون له تأثير كبير فمع البريكسيت سيواجه الاقتصاد الإيرلندي أزمة حقيقية معظم الصادرات والواردات تقريبا تمر عبر ميناء دبلين لتسافر بعدها عبر أسرع طريق يقطع الأراضي البريطانية إلى أوروبا أي مستقبلا عبر دولة خارج الاتحاد الأوروبي يملك جيمس كوين شركة شحن يعمل فيها تسعة سائقين بعد البريكسيت ستستغرق الرحلة من أوروبا وإليها وقتا أطول وهو وقت سيكلفهم مبالغ طائلة الوضع يشبه سباق خيول ونحن نقع على حافة أوروبا وطرقنا أطول من طرق الشركات في أوروبا الوسطى أنت في ألمانيا أو في هولندا في موقع مركزي أما نحن فنصارع يوميا للوصول إلى هدفنا في الوقت نفسه على الرغم من أن طريقنا أطول إذا أصبح الوضع أصعب فسوف يكون مكلفا حقا تستغرق الرحلة ساعة من دابلين إلى حدود إيرلندا الشمالية يخرج جيمس بشاحنته عن الطريق ليرينا الحدود هي موجودة في مكان ما هنا لكنها غير واضحة أصبحنا الآن في إيرلندا الشمالية مجددا عبر هذا الطريق يمكننا الخروج من إيرلندا والدخول إليها يزيد طول الحدود عن 300 كم وهي مسافة لم يكن بالإمكان مراقبتها لا أعرف كيف ستسير الأمور الآن لكن الحدود أصبحت بعدها واضحة وتبدو كنصب تذكاري إنه المكان الوحيد الذي لا تزال فيه المباني القديمة قائمة هذا المكان ستتم مراقبته بطريقة ما مجددا شئنا أم أبينا هنا ستصبح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وسيتم وضع حواجز جمركية مجددا بغض النظر عما يريده البريطانيون إذا أصبحت هناك حدود فستكون هناك إجراءات ورقية ومشاكل يمكننا مقارنة الوضع بسويسرا والتي قمنا بتوقيع معاهدة معها قبل أكثر من خمسين عاما لكن الإجراءات الورقية كارثية وتستغرق وقتا والحدود تغلق بعد ظهر يوم السبت مئات من الشركات المتوسطة ستتأثر بالبريكسيت بشكل كبير كوتهيل إنجينيرين هي إحداها يقوم عشرة عمال بتصنيع أجزاء آلات مصنوعة من الفولاذ والمعادن قامت جيري ميكنتايا بتأسيس المصنع قبل خمسة وعشرين عاما وهو يخشى الآن من أن تكون نهايته مع تطبيق البريكسيت هذه الأجزاء تصب في إنجلتيرا وتشتريها شركتنا لتعالجها بآلاتنا أي أنه علينا استرادها أولا لنقوم بعدها بتصطيرها كمنتج معالج إلى كافة أرجاء العالم خمسة وتسعون بالمئة من منتجاتنا تمر عبر الحدود الإنجليزية عندما نصدر شيئا ما فلا بد أن يمر بإنجلتيرا مجددا انتهت وردية العمل لهذا اليوم لا أحد يعرف ما إذا كانت البوابات ستغلق إلى الأبد قريبا الإحباط في إيرلندا بسبب البريكسيت هائل جدا أشعر بالحزن والغضب حياتي كلها في هذا العمل وأنا غاضب لأننا نعاقب لأن شخصا آخر قرر ترك أوروبا البريطانيون يأخذوننا كرهينة معهم حتى يتمكنوا من المساومة بشكل أكبر وهذا ما يزعجنا لم يسأل أحد الإيرلنديين عن رأيهم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنهم سيتأثرون به على الصعيد الاقتصادي والسياسي والإنساني المثلية الجنسية فلف سكان روسيا مقتنعون بأنها من الأمراض البشرية وأنصف الشعب الروسي يرون ضرورة خضوع المثليات والمثليين للمعاقبة القانونية وعادة ما تنتهي المظاهرات المطالبة بالحقوق بصدامات مع الشرطة الأمنية لكن الأصعب من ذلك هو المعاملة القاسية من قبل العائلة إذ يقوم الآباء حتى بضرب بناتهم المثليات محاولين إعادة تربيتهن من وجهة نظرهم تربية صحيحة كانوا يصرخون ويقولون لي مثلية غبية ضرب الأطفال ممنوع منعا باتا في ألمانيا غير أن الضرب أحد أسس تربية الأطفال لدى فرقة دينية أصولية تعتبر نفسها مخلصة للتعاليم الإنجلية المسيحية اسمها طائفة قبائل الاثني عشرية وبسبب أحكام قضائية صادرة ضدها من قبل السلطات الألمانية انتقلت هذه الطائفة سريعا للعيش بشكل قانوني في أحد البلدان المجاورة خلف الحدود الألمانية التشيكية تقع سكالنا إنها ملاذ طائفة القبائل الاثني عشر المسيحية الأصولية رئيسة البلدية لا تجد شيئا سيئا في ذلك إذا كانوا يريدون إقناع أحد بأسلوبهم في العيش سأرى في ذلك مشكلة لكنهم لا يقومون بذلك على حد علمي يقوم شريط فيديو دعائي للطائفة بالدعاية علنا للمبادئ التعليمية لطائفة القبائل الاثني عشر والتي تمجد الصرامة والعقاب الآباء الحكماء يقطعون فرعا رفيعا لاستخدامه كأداة صغيرة تساعد أبنائهم في البقاء على الطريق الصحيح لقد كان على الطائفة أن تمثل أمام القضاء في مقر إقامتهم السابق في ألمانيا بسبب إساءة معاملتهم للأطفال بقي روبرت بلايا منتميا إلى الطائفة عشرين عاما ليخرج منها لاحقا لأنه لا يريد معاقبة أطفاله لقد أحسست في وقت ما بفقدان الثقة مما أرغمني على الخروج من الطائفة مع أطفالي لأن الواقع كان بشعا كما يبدو في أحد تسجيلات الفيديو التي التقطها سرا صحفي تلفزيوني قبل بطعة سنوات في المقر السابق للطائفة في جنوب ألمانيا لقد كانوا يتحدثون عن معاقبة الطفل وإمكانية نهره لكنهم لم يذكروا للعنى أبدا أن الأطفال يتعرضون للضرب أكثر من عشرين مر يوميا لم يتمكن روبرت بلايا من التحمل أكثر وقام أخيرا بتبليغ الشرطة عن معلمة تابعة للطائفة تسيء معاملة الأطفال فحكم عليها بالسجن عامين مع إقاف التنفيذ ولذا قررت الطائفة مغادرة ألمانيا أردنا لقاء الطائفة في سكالنا لنعرف ما إذا كانت قد غيرت من ممارساتها لكنها تجاهلت طلباتنا الكتابية مما جعلنا نحاول لقاءها في مكان وجودها مجددا وستطعنا التحدث معهم قمنا مرة بالاتصال هاتفيا اتصلت البارحة أو قبل البارحة وتحدثت مع سيدة منكم اكتبوا إلينا إيميلا بالأسئلة التي تريدون طرحها نحن لا نريد مقابلة تلفزيونية سكان سكالنا يعرفون الشائعات عن جيرانهم الجدد لكنهم يبدون متسامحين إنهم كأناس لا يزعجون لي لم يفعلوا لي شيئا إنهم يعملون ولديهم الحق في الحياة كغيرهم أنا أتقبلهم لقد التقيت بهم في ساحة اللعب وبدأنا نتحدث عن معتقداتنا وما إلى ذلك إنهم غريبون بعض الشيء ويعزلون أنفسهم وليمكنني إعطاء رأي واضح بشأنهم سألنا كاهن سكالنا بيوتر ليبنا عما إذا كان يعجبه أن تستوطن في منطقته طائفة تسيء معاملة الأطفال لقد صدم بداية حسب قوله عندما سامع باسم طائفة القبائل الاثنى عشر وذكر أن أسقف ريغنسبورغ أخبره بعدم وجود مشاكل مع الطائفة ذات مرة وكنت لا أعرف شيئا عن هذه الطائفة بعد خرجوا للتجول في سكالنا ومعهم أكياس بلاستيكية عندها قال لي أحد الأشخاص في المدينة وأعتقد أنها كانت رئيسة البلدية إنهم يريدون القيامة بفعل شيء للمدينة التي يعيشون فيها وقد قرروا جمع النفايات كل يوم جمعة مؤسس الطائفة أيلبرت شبريكس كان يقول دائما أخرجوا واجمعوا القمامة لتصبح لديكم سمعة طيبة بين الناس إنها وسائل دعائية لصرف نظر الناس عما يحدث فعلا وهذا بالضبط ما يحدث الآن في سكالنا ما من أحد يسأل فعلا عما يقوم نبه في ألمانيا أيضا كما يقول روبرت بلايا كانت هذه هي الحال لفترة طويلة جدا وبالمناسبة طائفة قبائل الاثني عشرية لها نشاطها أيضا حول العالم في بلدان أخرى عديدة خضروات طازجة مأخوذة مباشرة من المزرعة إلى المائدة من دون نقلها بعربات شحن كبيرة فكرة رائعة لكن هل لها أن تنجح في وسط مدينة مزدحمة وكبيرة مثل العاصمة البريطانية؟ في حي كليب في لندن يوجد كثير من الخضر في الطربة السوداء والبنية على عمق 33 مترا ومن يدري فقد يصبح اتجاه بناء المدن المستقبلية إلى الأسفل في الأرض وليس إلى الأعلى نحو السماء وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام عين على أوروبا شاركوني على فيسبوك تعليقاتكم حول هذه الحلقة ولكم مني ومن طاقم العمل أطياب المنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة